سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما اليوم في هذه الحلقة طبعا كما هي العادة نبدأ بصباح القدس لكم جميعا وأن يكون هذا اليوم عيد المولد النبوي الشريف يوما مباركا على كل العرب وكل المسلمين وكل أحرار وشرفاء العالم وأنا بهذه المناسبة أتوجه بتحيات التبريك لكل الأحرار وأدعو إلى التعامل مع يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط بصفته مناسبة دينية وهو كذلك بالتأكيد لكن بصفته مناسبة لأحرار العالم لشرفاء العالم وهذا يصح أيضا في المسيح عليه السلام غريب عجيب أمرنا نحن العرب خرج من بين ظهرانينا نبيان عظيمان قائدان استثنائيان في تاريخ البشرية المسيح عليه السلام هو أول أبطال الحرية ماذا يعني عندما نتحدث مثلا عن المسيح عليه السلام وعن الإمام الحسين عليه السلام عم نحكي عن شخصيتين استشهاديتين يعني بمعنى ذهبتا في قول الحق وفي الدفاع عن الحق وفي الوقوف بوجه الظلم وبوجه النفاق وبوجه الصيارفة وبوجه النصابين وبوجه الذين يستثمرون فكرة التدين والإيمان من أجل المصالح السلطوية العروش الكهنة وقفة السيد المسيح ووقفة الحسين في كربلاء بطولة الحرية بطولة الاستشهاد من أجل يعني معادلة تريد أن تكون للبشر لا قيمة للحياة إذا فقدت منها الحرية لا قيمة للحياة إذا فقدت منها الكرامة لا قيمة للحياة أن لا تكون شيئا في خدمة الناس في الدفاع عن المظلوم في الوقفة إلى جانب الفقير يعني لما تطلع أنت بالحسين في كربلاء أنه شو هو المكسب اللي راح يعمله بكربلاء يعني أنه واحد عارف أنه الموت خلص صار محققا له ولأهل بيته ولصحبه ولرفاقه بس هو عم يترك معلم في تاريخ هذه البشرية يدل الشعوب ويدل الأمم ويدل الأحرار أنه هذا عظيم هذا حفيد رسول الله بشو بتحلموا أن تكونوا هذا زعيم هذا عبقري هذا فيلسوف ولم يعد يرى للحياة قيمة إذا كان ثمن البقاء على قيد الحياة هو الصمت بس مش مطلوب منه البيع كان الصمت وقرر أنه الحياة ما فقدت قيمتها عم بحكي هلا بالمفهوم العلمي الحسي المجرد مش بالمفهوم الإيماني الديني لأنه الذين يحتفلون بالمسيح دينياً والذين يحتفلون بالحسين دينياً ما بحاجة إلى إقناع يعني ما حدا بيبشر مؤمنين بس أنا عمقول مثلاً لغير المسيحيين انظروا إلى المسيح لغير المتشيعين على مذهب الإمام الحسين والإمام علي وأهل البيت انظروا إلى هذه الوقفة يعني منروح منفتش أنا جيفاري وأنا يعني معجب بتشي جيفارا وأعتبره بطلاً من أبطال البشرية والإنسانية بس ما في ضمناً نوع من يعني هذا الاستشراق أنه نحن منروح منفتش عن نموذج الغربي ويثير إعجابنا ولدينا بصراحة ما هو أعظم وما هو أهم يعني جيفارا سيرته لا ترتقي إلى سيرة المسيح الآن في ناس يمكن يقولوا ولو المسيح أنظر حياته مع الفقراء مع المساكين مع المتعبين مع المنهكين كلماته كلها الإمام الحسين نفس الشيء يعني أفنى حياته في النصح في الوعظ في المحاضرات الثقافية الفكرية لإنهاض روح المواجهة وروح المقاومة وبذل الغالي والنفيس من أجل قول الحق نجي هلأ لليوم عيد المولد النبوي طيب نحن إذا ما نحكي عن يعني أنا بيعجبوني الصينيين لأنهم أشدوا شجاعة مننا بصراحة ماركسيين وشيوعيين بس حطوا كونفوشيوس أولا ولا يزال كونفوشيوس هو الملهم وهو مصدر الرواية الثورية الصينية رواية التحررية الرواية الاستقلالية طيب نحن كعرب إذا ما نجي نحكي كعرب يعني ثوار ومقاومين وتغييريين ودعاة بناء دولة قائمة على العدالة قائمة على الشورى على تشاور بين الناس سميتوه ديمقراطية سميتوه شو ما بتكون يعني أول تجربة في تاريخ البشرية لبناء دولة على معايير مكتوبة واضحة من النص القرآني إلى الأحاديث النبوية إلى السيرة النبوية نفسها مين لازم يرفع إيمتها مين لازم يحملها ويدور فيها كل دعاة التغيير بمعزل عن مسلمين والله مش نسلمين يعني تخيلوا أنتوا أنطونس عادي وميشيل عفلة اكتشفوا بالنبي محمد ميزاة لا يتحدث عنها مسلمون من العلمانيين والقوميين أنه إذا بتحكي حركة قومية عربية شو يعني حركة قومية عربية؟ يعني حركة سياسية لبناء دولة تجمع العرب تقول إنهم أمة تأخذوا لسانهم بصفته تعبيرا عن مخزونهم الحضاري روحوا روهم هول بأحاديث النبي وروهم بالقرآن شو يعني عم بيلك إننا انزلناه قرآنا عربيا يعني فبالتالي أنا أدعو يعني إلى إحياء هذا اليوم يوم عيد المولد النبوي بصفته بصراحة هو يوم ولادة مؤسس القومية العربية مؤسس الأمة العربية مؤسس الدولة العربية مؤسس حركة التحرر العربية يعني حرام نحن هذا الميراث العظيم اللي عنا مع البينه إنه عيد المولد النبوي هاي مناسبة دينية مثل عيد الفطر مثل عيد الأضحى وأقلها أقل بصراحة لأنه بالمجتمع وحتى بين الأشد تدينا يمكن اليمنيين يعلون من شأن هذا اليوم إلى المستوى الذي يستحق وإن بكل شيء اليمنيين بصراحة أشد نباهة وأشد فهما نحكي الأمور كما هي وأشد شجاعة فكرية فعيد المولد النبوي هو عيد ولادة قائدنا ومؤسسنا وزعيمنا وملهمنا والمتقدم في صفوفنا هيك هيك بصراحة وهذه دعوة دعوة علمية علمية والله العظيم ما عم بتفلسف بالدين في من يتحدث بلغة الدين أنا عم بتحدث بلغة السياسة عم بتحدث بلغة الفكر السياسي عمقول إذا أردنا رمزاً للمشروع القوم العربي فمن أجدر من رسول الله محمد مين إذا أردنا أن نتحدث عن وجود أرضية تاريخية لنهضة عربية ولبناء دولة عربية من أسس لهذه النهضة إذا ما نتحدث عن معايير كيف نبني أنا كنت عم بحكي مبارح بمنتدى سيف القدس قلت له مثلاً كنا نطلع على عظمة ما أنجزه حزب الله يوم التحرير عام 2000 وكيف دخل إلى الشريط الحدودي دخول ابن البلد مش دخول الفاتح في منطقة يسيطر عليها العملاء مش هيك عمل النبي محمد لما فتح مكة يعني أنشأ في المدينة دولته وخاض حروباً كان ولا أشرس ولا أشد ولا أقوى في الحروب مش هيك؟ لكنه عندما فتح مكة كان المتسامح كان الرحوم كان الباحث عن طمأنة الذين يشعرون بالقلق والذعر نحن هيك ما نفوت على فلسطين كما دخل محمد إلى مكة يعني نحن عنا قواعد بكل وحدة من الإشياء ما مرة في تاريخ بين بدء الدعوة الإسلامية وبين وفاة الرسول عنا ما يكفي من أولاً القرآن اللي بيقرى القرآن والحكم التي يختزنها أنا عم بحكي برجع بقول سياسي سياسي الحكم التي يختزنها لا هلأ يعني الميزان اللي بيقدم لنا إياه القرآن في مقارنة القضايا والأحكام في التعامل معها إذا بتفوت فيها بعمق وبهدوء وباتزان وبعقل بارد بمعزل عن أنك مسيحي مسلم لا ديني رح تلاقي قدامك شي عظيم شي عظيم منروح وقال كنت وقال ديكارت وقال أنشتاين وقال ماركس وقال لينين وأنا قراءتهم هنتبه أنا آريهم آرستو أفلاطون كله عظيم كله عظيم أصلاً النبي قال أطلب العلم ولو في الصين يعني اللي كانت أبعد الأمصار عن ديار المسلمين روحوا إذا في علم بالصين روحوا على الصين أنا مش عمقول نحصروا بالميراث الإسلامي بس عمقول أعطوا هذا الميراث ميراث هذا الرسول العظيم أنا بنقاشي حتى مع عدد من رجال الدين الشيعة بقولهم وأنا لا أخفي يعني انتمائي إلى هذا المذهب وافتخاري بهذا الميراث اللي تركوا الأئمة وأهل البيت وانتسابي لهم كواحد يعني من الذين يعني يحملون لقب السيد بس أنا بقول لهم أنه أنا أخجل عندما أرى أننا نحتفل بمناسبات التشيع بصورة أقوى من احتفالنا بمناسبة ميلاد رسول الله هذا مخجل هم صفة أهل البيت جاءت من أنهم أهل بيتي رسول الله فلذلك أنا أردت أن أفتتح اليوم لأن هذه المناسبة مش فقط لعايد لا ادعي إلى هيك يعني تأمل فكري هادئ في عظمة هذا الرجل ويعني الدين الذي ندين له به في مسيرتنا في نهضتنا في مكانتنا عندما نتباهى بتاريخنا كعرب نحن بشو نتباهى كنا شو أين تكنا بالجاهلية كنا شو كنا بالجاهلية عبدت أصنام وأصايد شعر هيك كنا بالجاهلية وغزوات تأتل بعض القبائل أين تصرنا أمة حضارية تحمل للبشرية عنوين القيم الإنسانية الجديدة مع النبي محمد وما بعده ولو الغزوات التي قامت فيه ما بعد احترمت المعايير الإسلامية سدقوني يمكن العالم كله صار إسلام لأنه بمرحلة من المراحل فلت الملأ وصارت يعني غزوات للنهب وللقتل والاستباحة ويفتحوا البلاد لسبعة أيام ليفعلوا ما يشاء فيها ويأخذوا ما يشاء منها ويسبوا نساء وجواري وإلى آخره من على طريق الداعش يعني هذا النموذج الداعشي الذي ساد ما بعد مرحلة الخلفاء الراشدين هو اللي أسقط مالك بن نبي بكتابه على شروط النهضة بيحكي على هذا الموضوع بيقول أنه بعد الخلفاء الراشدين انحضر الإسلام ما عمل حضارة مرحلة النهضة العقلية التي ظهرت هي من ثمار المرحلة التأسيسية الأولى يعني العلوم تاعت ابن الهيثم وابن سينة والخوارزمي صحيح ظهرت في العصور النموية والعباسية بشكل خاص لكن لم يكن عندها قمة الحضارة لأنه بيرسم منحنة للحضارة ومنحنة صحيح إذا أقمناها هلأ على الحالة الأمريكية على أي حالة بالله أي إمبراطورية صعدت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ما يسميها بالمرحلة الثورية التي يأتي فيها أهل الفطرة الذين يبذلون التضحيات العظام من أجل تحقيق الإنجاز تم الإنجاز وبنيت الدولة القوية بيقول هون نطلع من مرحلة القلب إلى مرحلة العقل ومرحلة العقل هي التي تنتج الإفرازات الحضارية لكن بتكون الحضارة تأسست في مرحلة القلب وبالتالي نحن نرى هذه النتائج لكن نرى معها فسادا نرى معها تسلطا ولاحظوا أوروبا الابتكارات العلوم أمريكا العلوم الابتكارات اجت بعد تراجع الوهج القيمي للثورات الأوروبية ومن ثم لتمسك أمريكا بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب هذه الومضة التي امتدت بالتاريخ الأمريكي لعقد أو عقدين من الزمن أسست لقرن من الانتاج العلمي والابتكارات والصناعة والتطور الاقتصادي لكن هذا كان مترافقا مع فساد ومع تسلط ومعه معه مع عنصرية وسواها من الأمراض والموبقات والمسلمين هكسر فيهم فبالتالي مش مرحلة العصر الذهبي الإسلامي هو مرحلة العلوم والابتكارات العلوم والابتكارات هي ثمرة المرحلة التأسيسية مرحلة القلب التي كانت في المدينة والتي كانت في بداية عهد الخلفاء الراشدين قبل أن يبدأ العهد الأموي والعهد العباسي شافوا الثمرات التي أسس لها ذلك العهد الأول وبالتالي النهضة المطلوبة ما فيها تكون اليوم تعفكر أنت أنه من فراغ اليوم حركات المقاومة العظيمة التي تنجز في التاريخ العربي وفي الواقع العربي وفي الحقائق السياسية العربية هي حركات إسلامية طبعا أنا ضد النظرية التي تقول بأنه يجب إدانة العروبة مستورد غربي ومدرشوه هذا غير صحيح هذا غير صحيح إذا كانت العروبة مستوردا غربيا ما قال القرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا لا العروبة هي اللسان عروبة اللسان هي قلب الأمة الإسلامية وفي قلب الأمة الإسلامية أمة عربية وفي قلب الأمة العربية أمة سورية أمة المشرق ولكل بلد من بلدان العرب والمسلمين الحق في أن يقول أنه أمة بيقدر التركي يقول نحن أمة وبيقدر الأندونيسي يقول نحن أمة والماليزي نحن أمة أمة في قلب الأمة الإسلامية والأمة العربية هي أمة في قلب الأمة الإسلامية أسوة بالآخرين هلأ بإيران لما بيقولوا الدولة الإسلامية بينكروا أنه فيها فرس وأذربيجانيين وعرب وأبدا هذه مجموعة قوميات داخل الأمة الواحدة ونحن قومية عربية في قلب الأمة الإسلامية لكن نحن هذه القومية العربية تمتاز عن كل القوميات الأخرى مش بس بأنه الله ميز بأنه أنزل القرآن بلسانها بأن مؤسس هذه القومية هو مؤسس الإسلام التركي لا مؤسس قوميته حدا تاني الماليزي حدا تالت الفارسي حدا تالت بس مؤسس القومية العربية هو مؤسس الإسلام طيب هذا شو لازم يعمل؟ هذا لازم يعطينا فخر واعتزاز وقوة وبالتالي أنا أردت أن أبدأ من هنا يعني كي لا أفوت هذه المناسبة دون أن أقول هذا الكلام الذي قد لا تأتي مناسبة أخرى لقوله بهذا الوضوح وبهذه القوة الآن أنتقل إلى العناوين التي أريد التحدث عنها اليوم طبعا أنا قرأت يعني التعليقات والأسئلة رغم أنه أنا مسؤول عن التأخر في توجيه الدعوة يعني مثل ما سبقوا لتلكم اعتذرت سلفا أن هذا حدث وسوف يحدث ويتكرر يعني لأنه بكونه يومي فضغط العمل اليومي بينتبه الواحد مرات آخر الليل أنه أنا ما بعد دعوة أو الصبح أنه أنا ما بعد دعوة فعن منلحق ألم ما بنقدر وأحيانا بتذكر بس خلص الحلقة بعمل الدعوة لحتى ما تريب علي فطبعا الأسئلة قليلة اللي بيكتب لي أثناء الحديث مبارح لقيت حدا حاطت قايل أنه أنا صرت سائل ألف مرة أنا أثناء الحوار بقدر لماما يعني أني شوف هيك نظرة خاطفة لحتى ما وقف الكلام يعني أنه فيه آلاف متحلقين عم يحضروا ما فيني ديئة تبعهم تعادل ألف دقيقة إذا كانوا ألفا وإذا كانوا ثلاث تلاث 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 دقيقة يعني فلذلك ما حدا يزعل أنه الأسئلة التي تكتب على المحادثة أثناء الحلقة يمكن ما أقدر لحقة كلها ويمكن أقدر لحقة لكن هذه مصادفة يعني لا أستطيع التحكم بها ولا التعهد بأن ألتزم بها لذلك يعني أطلب المسامحة عن عدم الانتباه لها طبعا الأسئلة التي يعني وردت كلها يعني ليس فيها شيء لم أجب عنه بطريقة غير مباشرة يعني أنه مبارح شوية طريقة لحتى نأمن حماية المدنيين أمريكا وإسرائيل شو اللي بيردعهم أنا حاكي يعني على هالموضوع آي لأنه بصراحة عم بتم إلقاء عبء على محور المقاومة ما بتنفع أسلحته في تحقيقه يعني لا يمكن الحديث عن وقف القتل في غزة دون الوصول لاتفاق مع المقاومة في غزة ودون التسليم بشروط المقاومة محور المقاومة بقدر يضغط يلتزم الإسرائيلي بأنه يدرك ما رح في حل مشاكله اللي خلأ له إياها محور المقاومة بدون الذهاب إلى اتفاق مع المقاومة في غزة وهيك طريق للوقف لكن اللي عم بيقول بده طريق سريع سرنا عايدين ومنعيدها وهذا مش رمي للكرة على ملعب آخر أو رمي للمسؤولية وهي وهي هو الواقع أنه ما هو الثقل الذي يجبر الإسرائيلي إذا كان قصف تل أبيب لا يجبره على وقف قصف غزة بل يعطيه المشروعية لمزيد من القتل في غزة باعتبار هناك يهود يقتلون من ذات المحور فهو يعني يقتل حيث يتمكن أن يقتل أكثر والرأي العام الإسرائيلي بدل ما يكون طالب وقف حرب بصير طالب مزيد قتل والرأي العام الغربي بدل ما يكون عم يطلع نحو المظلومية الفلسطينية ويرى الإسرائيلي مجرما اللي منيح فيهم بيقول اتنين مجرمين فبالتالي ما في منه جدوى شو اللي في منه جدوى الشي اللي فيه خسائر على إسرائيل وما فيها قدرة استثمار وما فيها تمنعه ولا تملك الطاقة على منعه طيب فيه شي مهم السعودية اختبرت هديك اليوم قدرتها على الاستقلال وراحت أخدت قرار بفك الارتباط بين الدولار وتسعير النفط السعودي بحسابات مصلحية أنه الصين ما حتقبل تشتري نفط بالدولار وقالت أنه نحن ما فيه بنا نفط منشتري باليوان وبالتالي سعودية صاحبة مصلحة تبيعت لت 4 ملايين بليون برميل للصين راحت وقالت أنا ما بسعر نفطي بالدولار أنا بسعره حسب الزبون إذا الزبون بيشتري باليورو بسعر باليورو إذا الزبون بشو بدي يدفع وبالتالي ريال يوان أو ريال يورو والدولار أحد هذه العملة طيب هذا قرار مزعج جدا لأمريكا لأنه أحد مصادر الهيمنة الأمريكية على العالم هو هيمنة الدولار يعني بعد تراجع القوة العسكرية الدولار هو أحد أكبر الأدوات في الهيمن وهذا تحدي لأمريكا أكثر من هين الرفاه الأمريكي الداخلي مرجع لقوة سعر الدولار وهذه القوة من أين جاي إذا الاقتصاد الأمريكي يتراجع والديون تتراكم وما بيضعف الدولار ليه؟ لأنه كل الاقتصاد العملة التي يتم التعامل فيها تستمد قوتها من قوة هذا الاقتصاد بين كل دول العالم الدولة الوحيدة اللي عملتها تستمد قوتها من اقتصادات العالم هي أمريكا لأن الدولار هو عملة كل الاقتصادات العالمية فبيضعف الاقتصاد الأمريكي أدي بيشكل هلأ 13% من اقتصاد العالم بيأثر بسعر الدولار 13% وإذا الاقتصاد الصيني تحسن وحجمه 18% أو 20% من اقتصاد العالم معناته فيه تحسن بوضع الدولار 20% ناتج من الاقتصاد الصيني و13% نزول من الاقتصاد الأمريكي بيأي ربحان 7% لما الصين تبطل تتعامل دولار بيبلش ينصاب الدولار لأنه بيصير شيئا فشيئا يعتمد على ببطل قادر يستفيد من هال 20% تحسن وبالتالي بيصير سعره مرتبط قوته مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي نفسه وبهذا المعنى لما بتقول السعودية أنه شالت كتلتها النفطية اللي بتبيعها للذين لا يريدون الشراء بالدولار من احساب الدولار هذا بيأثر على حجم تداول الدولار وبالتالي بيأثر على قوته طيب شو قدرت أمريكا تعمل؟ ولا شيء طيب يعني هذا يعني أنه لظرف آني مش مفتوح مش دائم إذا بتطلع دول العربية المصدرة للنفط وهي ليست بسيطة وهي تشكل نصف الدول التي تبيع نفطا في أسواق العالم الربع روسيا والربع الرابع كل مجموعة الدول الأخرى بلا استثناء من فنزولا لنيجيريا لكذا ويمكن دول تضامن معنا كدول عربية إذا أجت هاي الدول العربية وقالت هيك بشكل ناعم مش وقفنا النفط قالت الدول نحن قلنا سنة عم نعطي فرصة للمجتمع الدولي وعم نعطي فرصة لدول العالم اللي تعبر عن شعورها بما نعاني من ظلم ومن عدوان ومن قتل لا المجلس الأمن قدر يأخذ أراري وقفه مع العلم حتى الأمريكي يقول أنه لا حل إلا بوقف الحرب بس تسألوا بالك أنا ما فيني أعمل شيء أنا ما بقدر يضغط على إسرائيل بعده بيعطيه سلاح وبعده بيعطيه مصاري الدول الأوروبية بعدها بتعطيه سلاح وبعدها مواقفه السياسية يعني بتبيعنا حكي وبتبيع أفعال لإسرائيل والله نحن كعرب بعد هذه السنة ونحن أصدقاء لأمريكا عم بحكي الدول العربية المنتجة للنفط كأصدقاء لأمريكا أو كأصدقاء للدول الأوروبية ما عاش فينا نعطي قرص نحن من الآن وصاعدا كل دولة تموّل إسرائيل وتسلح إسرائيل نحن بدنا نوقف نبيع نفط هذا نفط له ما بدنا نبيعه حرين ومننا نوقف النفط في السوق الحرة يعني روتردام ما عاش من نبيع بدنا نخسر ماشي ما عنا مشكل هاي تضحية من أجل أن تقف الحرب في غزة عندما تقف الحرب في غزة نحن نرجع عادي أنتوا برأيكم إذا فكرتوا بها اللصة شو كنفتا أنا بلكن ولا شي ولا شي لا أحد يجرؤ أن يشن حرما أصلا هني مش لليمن ما قدرت أمريكا وسحبت أساطيلها عاشوا خايفين تقدر أمريكا تعاقب الدول العربية وتحجز على أموالها إذا أخذت هذا القرار شو بصير بسعر النفط وشو بصير بسعر الدولار يوم خدوها مني يوم تعاقب أمريكا الدول العربية أو الحكام العرب الذين يتخذون هذا القرار بالحجز على أموال وعلى ودائع سيفقد الدولار خمسين بالمئة من إيمته جزء أساسي الآن من الضعف الذي يعانيه الدولار وبيعله سعر الفايد وبيضبطه هذا ناتج عن العقوبات على روسيا لأنه هذا ضرب الثقة أنه أنت بتحط ودائعك بالدولار ما بتعرف أمتى بيسطولك عليها ضرب مفهوم النظام المصرفي لآيم على هذه الثقة راحت الناس عندهبوا على العملات المشفرة بسبب الحماقة والغباء الأمريكي ولذلك أنا بلكن سلف بعد تجربة العقوبات على روسيا لن يجروا أن يعاقبوا أحدا هلأ السعودية إذا أررت رح يجوا عاقبوا السعودية شو بصير فيهم إذا عاقبوا السعودية بيسروا واحد تريليون دولار شو بيعملوا فيه يعني بيأكلوا ما إذا قطعوا مع النفط صار سعر النفط برميل النفط صار خمسمائة دولار بعد فيه اقتصاد بأمريكا بعد فيه اقتصاد بدول الغرب لذلك القصة مش أنه بيعملوا بيقول أمريكان وما بيعملوا شيء الأمريكان وانقلاب ما بيعملوا شيء الشعب سيحمي الحاكم الذي يتخذ هذا القرار ضباطه سيحمونه والذي سيحاول أن يعبث بأمنه سيقتل برصاص الناس لذلك لا أنا أناشد أنا ما عم بيحكي للتنمر أنا أقول أنه اليوم حدث تحول في أداء النظام العربي على الأقل لم يعد منضبطا بالسياسات الأمريكية ليس جزءا من العدوان هذا النظام العربي هو شن الحرب على سوريا لحساب أمريكا وإسرائيل هذا النظام العربي هو فجر ليبيا لحساب أمريكا وإسرائيل هذا النظام العربي هو مدمر السودان لحساب أمريكا وإسرائيل هو شن الحرب على اليمن لحساب أمريكا وإسرائيل لكن منذ بدأت الحرب على غزة هذا النظام العربي رفض أن يشترك في حملة البحر الأحمر ضد اليمن وهذا مقدر بدأ يمارس مواقف استقلالية نسبية عن السياسات الأمريكية وهذا مقدر من حقنا والشعوب أخذت موقف بالمقاطعة صحيح ما نزلت مظاهرات كنا منتمنى أن نراها أسوة بما هو في العالم بكل عواصم الغرب كنا منتمنى أن تكون هناك عند الحكومات شوية هيك خجل فتقطع العلاقات تعلق العلاقات تعلق الاتفاقات تقفل السفارات يخجلوا من كولومبيا وتشيلي وبوليفيا ماشي الآن لا يزال هناك فرصة فضلوا فضلوا هذه فرصة فرصة ذهبية والله العظيم أنه ما حدا يعود يهز أنظمة الحكم عندكم قرار بهذا الحجم ببركة فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني ودعاء النساء والثكالة في فلسطين سيمد الله بأعماركم وسيحفظ لكم صحتكم بس هذا بده ركب هذا بده شجاعة وهذا بده نظافي بالموقف بده شعور تفاعلي إنساني ووطني قومي ديني منقول أنه الله يلهمكم لكن لمن يسأل إذا أردت أن تضغط في وجهة تؤدي إلى نتيجة اضغط بهذه إذا أردت أن تكتب تغريدة تخدم لا تكتب تغريدة تقول متى الرد الإيراني ولا تكتب تغريدة ماذا ينتظر حزب الله حتى يقصف تل أبيب اكتب تغريدة ماذا ينتظر حكام العرب حتى يضعوا بيع النفط في كفة ووقف تسليح إسرائيل في كفة بدك تشارك وتساهم وتكون انضيف العقل والقلب والسريرة في خدمة القضية الفلسطينية وفي وقف عذابات أهلنا في غزة اعملها بالطريقة الصحة فأدخل إلى النقاط الأخرى يعني هذا مثل ما بقوله جزء من النقاش وجزء من الكلام خليني روح على المحلات التانية نحن يعني تقديري أنا أنه قطعنا المرحلة التي يطرح فيها السؤال حول هل هناك حرب كبرى أم لا حدث فيها الأربع خمسة أيام الأخيرة مجموعة من التطورات تستحق أن نقرأها برأيي خلص نحن راحين على اتفاق هل لأن نتنياهو بدي يحاول يحسن شروط الاتفاق بالدعاء أنه رايع الحرب لا يجي الأمريكاني لأنه هلأ مقرر يروح على أمريكا أيضا هو ما رايع أمريكا لأنه نقصه سلاح للحرب رايع أمريكا لما عملت تفاهم الأول بتموز لأخذ فيه المعلومات الاستخبارية والتنسيق الاستخباري من أجل اغتيال القائد فؤاد شكر والتفويض والضوء الأخضر لاغتيال قائد حركة حماس الشهيد اسماعيلانية كانت هذه الخطة الأمريكية الإسرائيلية أنت مفوض بدنا نفاوض على وقف العمليات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق هذا واحد ونفاوض على شروط أفضل لاتفاق غزة تعمل العمليات منحاول نحن نتلاعب بمصير حماس من سيأتي إلى الموقع الأول محل اسماعيل هنية يسهل علينا الضغط التفاوضي نكون قادرين نمسك عليه نضغط عليه أولاده بيته إقامته الدول التي تموله وبالمقابل نستخدم الدعوة للتفاوض لنميع الرد الإيراني ورد حزب الله أنه الناس بغزة عم تقتلوا في فرصة لوصول الاتفاق شرحين تعملوا أنتوا تخربوا الاتفاق ستنبذكم الناس يعني ونستخدم المدخل الفلسطيني في الضغط عليهم نص الإحباط تم باختيار يحيى السنوار وموقف حماس اللي رفض هذه اللعبة وقال العرض الأمريكي إسرائيلي وما في شي جدي بالمفاوضات ونحن لن نتنازل ولن نغير في شروطنا وفي مواقفنا وانتخاب يحيى السنوار جاء بقائد لا يمكن الضغط عليه مش بس لأنه هو بذاته قيمة من الشجاعة والبطولة أيضا لأنه ما حدا قدر يمسك ظرفه يعني مين اللي قدر يقوله أنه منحرمك من الإقامة السنوية بالقاهرة أو اللي يعد وينما كان بس ما فيوني يعملوها معي حياة السنوار يعد بالأنفاق دولة الأنفاق هي التي تجدد له الفيزا دولة المقاومة يعني طيب ما أدريني يقولوله أولادك بالجامعة ما أدريني يقولوله حياتك الإسرائيليين يأتي بإطلوك هون إلى آخره فيعني كان ذكاء استراتيجيا أحبط نصف المشروع والنصف الثاني وحتى رد حزب الله ما أعلن حزب الله أنه نحن اكتفينا يعني والرد الإيراني الآتي طيب شو بتعمل إسرائيل هلأ بتفلسف نتنياهو أنه لن يمر دون عقبة أوكي تطلع بتقصف الحديدة ترجع بتنظر بتال أبيب سيسأل الناس أنه الحديدة اللي صار لعم تنقصف من الالفين وخمسة عشر وتال أبيب اللي سكان هال مليونين ونص معودين أنه هني مربط دلال أنه هني العاصمة الآمنة التي لا تطلق فيها طلقة رصاص مش صواريخ مش شظايا طيب مبارح أربع خمس منشآت لحقتها شظايا ومع الرعب والذعر على المليونين ونص على دائرة ثلاثين أربعين كيلومتر وصلت الأصوات والانفجارات طيب صاروخ تاني وتالت وكل أربع خمسة أيام صاروخ وكل جمعة صاروخ شو بصير يعني بوضع الداخل بتفتح مدارس بتفتح جامعات بتفتح ابنوك بتفتح مؤسسات الهيستدروت عمل إضراب يوم رمزي بيروح على الإضراب المفتوح حتى وقف الحرب النص مليون بصيروا مليونين بالشوارع ما بيروح نتنياهو بيقبعوه تنحاز كتل من الكنيست إلى الدعوة لوقف الحرب ومشكله بين جفير وسموتريتش بالمناسبة يعني شهاز عنده أكتر منهم لبن جفير وسموتريتش بالكناسب وبالتالي تتفكك الأغلبية التي تؤمن وهي أغلبية هشة يعني أربع صوات زيادة فإذن ما عنده خيارات عسكرية لذلك هو يصرخ بصيحات هلأ اليوم عمل تسريب للقناة الثانية عشرة باعتقد كان عمين يقول عننا وليد العمري قبل شوي قبل مفوت على فانوراما أنه نتنياهو لا يريد حرب هيك لكن نتنياهو يريد إدامة التصعيد وأن هذه الحرب الاستنزاف من وجهة نظره يمكن أن تؤدي إلى تحسين شروط التفاوض أنا رأيي ضيف على هالكلام أنه هي حرب الاستنزاف ما بتأمن له شي اللي بيأمن له شي واحد التهديد بالحرب يجي الأمريكي يضغط لي يقول طيب أنتو عم تطلبوا مننا يا عرب ويا فلسطينيين أن نضغط على نتنياهو طيب اعطونا شي التنازل من هالاتفاق في هالبند 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 تعونا نشوف لوين بنقدر نوصل إلى شروط أقرب لما يمكن أن يقبل به نتنياهو مع الضغط طبعنا منجيب اتفاق هذا هو المشروع هلا المقامة لنت تتراجع موضوع تاني بس أنا أقول الخطة الآن هي هذه الرهان على جولة 30 تموز 25 آب يعني ما قبل رد حزب الله هؤل 25 يوم من اغتيال فؤاد شكر ثم اغتيال اسماعيل هنية رحمهما الله قائدين كبيرين طبعا إلى 25 آب ضربة 8200 ورد حزب الله هؤل 25 يوم استهلك فيهم الرهان على هذه الخطة التي كشفها بوتين عندما قال ان جولة تصعيد قادمة امام الرئيس بشار الاسد اذا بتذكروا في القمة التي عقدت بـ 25 تموز يعني يوم كان نتنياهو يستعد لإلقاء كلمتها امام الكونغرس وبالتالي هاي الجولة فشلت لانها فشلت رحل الامريكيون القطاع البحرية معاش الى لزوم ماين جابت لتواكب هاي المرحلة وتخلق مناخ معنوي ونفسي واعلامي امريكا جاي على الحرب يا لبنانيين انتم بترجعوا طلعوا بشرفكم على الكتابات التي كتبت بها الفترة بين 30 تموز و 25 افر عن سيناريوات امريكية القرار اتخذ مش بقي الا ساعة الصفر انزالات مدرشور يا لطيف وملوا الدنيا خبريات عن ان الامريكي حسم امر الحرب على لبنان وسوريا ودمار شامل وحتى ايران بتروح بالطريق اذا بترفع راسها تقبل تخسر حزب الله هي مثل الشاطر سيكتي فليكن ترفع راسها بتاكل اكله انتلت الدنيا هاي وظيفة الحاملات طيب ما نفعت الناس ما شالتها الحاكم من ارضه ما حدث عمل معه بجدية الكل تصرف على قاعدة لا يخيفنا لا نقيم له حسابا واما حاملاتكم هذه فقد اعددنا لها عدتها كلام سمحت السيد وخطابه الاول لما كانت الحاملات اجت اول مرة وبالتالي هاي لسان حال قوى المقاومة بدوا الامريكي يشرف يجرب حاملاته ومش يخوفنا فيها بالاعلام اليمنيون تعاملوا مع الحاملات بالنار والثقوب تملأ سطح الحاملة ايزنهاور وبالتالي خطر ان تدمر وان تسقط وان تغرق هو خطر قائم والسفن وسواء خلص تغيرت الحروب تغيرت الحروب هلا شو عم بيقولوا اصلا كل فلاسفة الحرب الغربيين عم بيقولوا اللي كنت انا افتخر انني اول من قاله انه الدبابي والطائرة خلص صاروا هاي اجيال حروب القرن العشرين اجيال حروب القرن الواحد والعشرين يحق لمحور المقاومة ان يفتخر انه هو من اطلقها ولليمنيين انهم كانوا السبقين باطلاقها الايرانيون من صنعها الطائرة المسيرة والصاروخ الموجه عمقول ليمنيين لانه هجوم ارامكو الذي جبنت امريكا عن الرد عليه كان اول اختبار عملي لاسلحة القرن العشرين باتريوتو طيران والى اخره مع اسلحة القرن الواحدة وعشرين طائرة مسيرة وصاروخ مجنع وهلأ حرب اوكرانيا هي هيك وين حروب الجو بين سلاحي الجو والطائرات عم تسقط طائرات مثل ما شبناها بالحرب العالمية التانية وين حروب الدبابات 200 دبابة مقابل 500 دبابة يصعبون التلال وتبدأ الدبابات بقنص الدبابات وهنا هلأ شو عم بيقولوا بقولوا الدبابة اللي بتكلف مليون دولار عم تطلع مسيرة احسن مسيرة مكلفة عشر تلاف دولار يعني فيه توازن والمسيرة ما فيها الدبابة تعمل معا شي بس المسيرة تدمر دبابة فبالتالي خرجت الدبابة من الميدان انه هلأ صار الدبابة لحتى تقدر تستعملها بتعرف شو لازم تعملها لازم تعمل بلوكوز من الإسمنت المسلح بتفوت عليه وبتطلع له مدفعها معه مروحة حركة وبتقعدها فيه طيب هاي ما عاد الدبابة هاي صارت مدفع ما حط مدفع كلفتو مئة ألف دولار بدل ما تحط دبابة حق مليون دولار خرجت الدبابة من الحرب لأصل كل فكرتها انه انت تنقل كتلة حديدية محصنة هاي المركبة ما انتم شايفينها بحرب غزة من حرب تموز شفناها خلص الدبابة انتهت طيب الآن والطائرة انتهت طائرة انه صارت كيف عم نقول الدبابة حاملة مدفع طائرة حاملة صاروخ طيب انه هلأ من اللي بيقلك غارات اسرائيلية على سوريا طيب ما عم تقدر طائرة الاسرائيلية تفوت لأجواء السورية يعني فيها تقصف اذا عم نعتبرها بذات منظومة تسليح محور المقاومة هي منظومة تسليحها حرب القرن العشرين انه الطائرة ادي بتكلف ادي حقها 80 مليون دولار حق طائرة الاف خمسة وثلاثين وانه بتطلع وبتطلق عن بعد مئة كيلومتر طيب يا حبيبي اذا بكتطلق عن بعد مئة كيلومتر ما فيه صاروخ دقيق من قلب الارض الفلسطينية المحتلة تستطيع ان تقصف مصياف على 300 كيلو 400 كيلو قد ما بدك وتجيب الهدف بدقة وفيه طائرات مسيرة تستطيع ان تعبر وان تخترق الدفاعات الجوية ما انت احسن دفاعات جوية عندك ورغم ذلك اخترقتها مسيرات حزب الله ووصلت الى الهدف واخترقها صاروخ اليمن ووصل الى الهدف واخترقتها يافا ووصلت الى الهدف وبالتالي شو ايمت هذه كلها ولا شي يعني هي لم تعد ذات ميزات تفاضلية في الحرب هذا اللي عم بقصد قوله وبالتالي الامريكي خلص شال حاله من اللعبة لان معادلة هال 25 يوم اختبرت ما ادت الى نتيجة طيب الذهاب الى الحرب الكبرى اكلافه معروفة انه بيقدر الامريكي والاسرائيلي يدمروا ما حدا ينكر عليهم وبيقدروا يقتلوا ما حدا ينكر عليهم يمكن يعملوا حرب يروح فيها مليون شهيد ما حدا عم بيقول لا بس عم بيقول اللي بتقوله بيروح مليون بين بيروت ودمشق وبغداد وطهران بيقول لك نحن بثورة الجزائر لحررنا الجزائر دفعنا مليون ونص مليون شهيد بس مقابل هالمليون شهيد في مليون قتيل يهودي يعني بقلب فلسطين محتلة إسرائيل إذا قتل منها مليون بتبقى موجودة؟ طيب إذا أنت دمر 20% من بيروت و20% من الشام و20% من بغداد و20% من طهران اجمع لي إياهن ما بيطلعوا كل إسرائيل؟ يعني إنه هاو إذا بدوا يتدمر قدهم بيبقى شي من إسرائيل؟ طيب إذا أنت بدك تخرج من القتال 500 ألف مقاتل بين حزب الله وبين الجيش السوري وبين أنصار الله وبين الحشد الشعبي وبين الحرس الثوري وبين الجيش الإيراني 500 ألف بين شهيد وجريح وأسير واللي بدك إياه طيب إذا أخرجت 500 ألف من الجيش الإسرائيلي بيبقى جيش إسرائيلي فإذن إذا ذهبوا إلى الحرب الكبرى من الآخر خلي نحكي ما بقى في إسرائيل لذلك الأمريكي ما له مصلح يروح على الحرب الكبرى والإسرائيلي ما له مصلح يروح على الحرب الكبرى الآن لم يعد ثمة هوامش خلص وحتى بالداخل الإسرائيلي ما بقى عنده أجوب نتنياهو ما بقى أدري إنه للناس منعمل ومنسوي ومنعمل ومنسويه ما في شي يعملوا ويسويه بالقوة أنت عاجز عن أن تتقدم خطوة فيك تصرخ لتقل له للأمريكان يعجل يبعت لي مندوب نقول نظراً للمداخلة الأمريكية نحن وابنا نخسر علاقتنا بأمريكا سنتابع التشاور مع أمريكا ولن نخطو خطوة تؤدي إلى فك العلاقة لكن لازلنا على قناعتنا بأننا لن نسكت لن نتساكن مع هذا الوضع السيء على حزب الله أن يفهم على اليمنيين أن يفهموا شوية تاني جمعة أنه رايع على أمريكا لنعمل مشاورات وبيطلع بالآخر اتفقنا مع أمريكا على مسودة اتفاق على قاعدة إما أن تقبلها حماس أو ترفضها وساعتها فلتكون الحرب وبتطلع أنه حماس إبلتها وبيطلع أنه قال أنا فيلادلفيا إذا بحطوا فيها أجهزة تقنية التي أريدها بيطلع منها أو نتسريم إذا في ضمانات من الدول العربية الراعية للاتفاق بأنه ما بتطلع حماس سلاح على شمال غزة أنا باخد ضماناتها بعين الاعتبار يعني وبصراحة من سيحاسب نتنياهو إذا قبل الاتفاق النص اللي بده الاتفاق ما رح يحاسبه والنص اللي ما بده الاتفاق يعني بين جفير وسموتريتش أصلاً سيصبحون خارج الحكومة ورح تنضم له الشرائح المؤيدة كل كتلة المعارضة رح تصير هي مع شاس مع اللي كود رح يصير معه 80 نايم بدل ما معه أكتر 90 نايم وبالتالي رح تصير حكومته أقوى وإذا قرر لا رح يتركوا عشر نواب ويصير معه 54 ويصير في مقابله 70 وبالتالي معادلة الفك والتركيب طالما أن الحرب بلا أفق أنت شو أنه اليوم لما بدك تسأل جمهور حزب الله عندما يسأل حزب الله لماذا سنستمر بالقتال عم بيجاوبوا من أجل أن نجبر نتنياهو على الذهاب إلى اتفاق في غزة كيف نجبره يا سمحت السيد بأن نبقي ونطيل أمد المهجرين ما يقدروا يرجعوا ونضعه أمام تحدي العجز عن إعادتهم العجز عن فتح المدارس ونزيد عددهم شكراً يا سيد نعم طيب نتنياهو لماذا علينا أن نستمر بالحرب يا حضرة رئيس الحكومة من أجل أن نبعد حزب الله إلى جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني طيب هذه الطريقة اللي عم تقاتل فيها ما بتبعده إلى شمال الليطاني من أجل أن نضغط عليه كي يقبل طيب ما قبل ما رح يقبل من أجل أن نقول للأمريكي طيب ما رد عليه للأمريكي بدك تفوت فوت هلا ليش قاعد صالبنا ونحن مهجرين نحن هينا بتل أبيب قاعدين خلي الجيش هلا يفوت يخلص بجنوب لبنان ما بدك تعمل حرب روح ما الاتفاء وخلصنا وخلينا نرجع طيب شو بك تعمل بالبحر الأحمر من رجال الاقتصاد والأعمال متى سفنونا ستعبر البحر الأحمر يا حضرة رئيس الحكومة ما عنده جواب بالقوة يعني بالجيوش الأمريكية ما هي فلت لو كانت فالحة بئهت طيب بالضربات الإسرائيلية تضرب الحديدة عم يضربوا لك تل أبيب قلنا اعطينا الوصفة شوي طيب بالمقابل قضية الأسرة كيف بك تحلها بالقوة كل ما فت عم تجيب لنا جثث منه طيب في طريق واحد بيخلص هالثلاثة الأسرة والبحر الأحمر وهذا هو تذهب إلى اتفاق مبادلة أسرة انسحاب من كامل غزة وقف نهائي للحرب وهذا صار إلو شعبية شعبية بالرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي ما بقى في غيره بيعمل حل ولذلك قوى المقامة شعوبها عم بتشوف أنه الوضع يميل لصالح طرحها بينما الرأي العام الإسرائيلي عم بيشوف أن الوضع يزداد سوءا دون أمل دون أفق لاستخدام القوة لذلك تتعظم التظاهرات لذلك يزداد ضغط المؤسسة العسكرية والأمنية أنه 40-50 من كبار الضباط رؤسة أركان سابئين ورؤسة موساد ورؤسة شباك ورؤسة فرق ورؤسة مراكز دراسات عسكرية كله ليوقعوا عريضة أوقف الحرب وتبادل الأسرة وانسحاب كامل من غزة هذا يعني تحول ضخم ببنية الاحتلال وبالتالي بهذا المعنى الظروف تنضج لصالح عجز الكيان عن المضي قدما في الحرب قال له قد تاخد أيام أسابيع بس أكيد مش شهور ولذلك أنا شخصيا أقول أنه قد تستمر حتى الانتخابات الأمريكية بس مش معناته لأنه يعني في شيء حيحدث مع الانتخابات الأمريكية يمكن لأنه الأمريكي ما رح يأخذ يعني ما رح يستثمر على الوضع الداخلي بإسرائيل قبل الانتخابات بس أنا برجح أنه ذكرى الطوفان يعني سنة على الطوفان تضغط داخل إسرائيل وداخل أمريكا ويمكن يكون في محاولة لإنجاز شيء قبل أن تحل السنة الأولى على الطوفان والوضع الداخلي الإسرائيلي مساعد وضع الجبهات المساندة للمقاومة قوي ومتين هذا مش الرد اليمني اللي صار هذه ضربة وهذه الضربة آلة شيء تقني كالذي قالته المسيرات رح أقولها المعادلة واختم فيها إيمة مسيرات حزب الله عظيمة بالإنجاز طبعا 22 قتيل وإذا بيناتهم قائد الوحدة بيكون أعظم وأعظم وضباطها الكبار 74 جريح الإصابة الدقيقة كلها إنجازة لكن يبقى الإنجاز الأهم هو المقلق للعقل العسكري والسياسي الإسرائيلي والأمريكي وهو التالي أنه صبيحة ذلك اليوم تلقت إسرائيل إشارات تبين لاحقاً أن حزب الله تقصدها بحركة نصف مكشوفة في مناطق معينة لنصب منصات صواريخ وحركة مقاتلين وكان بالتوازي يجري حركة مقاتلين بطريقة متقنة في الاختفاء والاختباء لنصب منصات ولإعداد ضربة جاء الإسرائيلي على النصف مكشوف وكل الطعم وتوهم بأنه أنجز ضربة استباقية لكن المهم هو أنه بعد نصف ساعة من مئتي طائرة في الأجواء اللبنانية نفذت عشرات الغارات التدميرية على مواقع انطلق حزب الله ب340 صاروخ خلال نصصاعة وعبرت الطائرات المسيرة هذا القسم الأول فيه أنه الصحوة من ضربة قاسية قوية بلصصاعة تجي تعمل رد بهذا الحجم أنت عم تعامل مع جيش دولة عظمى هذا مش مين مكان فيه يعملوه وأنا صرت عائدة وبرجعة بعيدة الواحد بيكون قاعد بالبيت تقلب الفيترينا بالصالون بده 3 ساعات لا يهدروا لا يقدر يشرب في نجان أهود كيف 200 طيارة عم تعمل غارات وحزب الله بعد نصف ساعة ينفذ رد بهذا الحجم إذن ضربوا فريم يا شباب مش عم نلعب مع ناس يعني هوات عم نلعب مع محترفين على درجة عالية من القدرة على درجة عالية من الإرادة مش آريين مش عاملين حساب ردع باللوط المسمر شايفين عندهم ما يعطيهم الثقة بأنهم الأقوى طيب مين هن مبارح عم بعلقوا على الصاروخ اليمني ولا رح يحكي عنه قالوا أربع أحزمة الدفاع اخترقها من الجهة الشمالية هن مركزين أكتر على قدرة حزب الله بقولوا الخبراء العسكريين الإسرائيليين أنه في سبع أحزمة الدفاع جوي اخترقتها المسيرات عندما تخترقها المسيرات يعني ومبارح التجربة أكدت هالشي أنه الصاروخ الفرط صوتي الدقيق أكيد بيخترق يعني حيث وصلت الطائرة يافا وصل الصاروخ السهم اليمني وبالتالي نحن أمام معادلة إذن أن أمن تل أبيب بات مكشوفا وأن حزب الله يملك الإيرادة على أن يقصف تل أبيب أن يستهدف تل أبيب ويملك القدرة ولديه التقنية التي يمكن أن يكررها في أي وقت وبالتالي لا شيء كان يتوهم الإسرائيليون أنه ممكن يضرب بالشمال ممكن يضرب ببير السبع يضرب بديمونة بس هذا الحصن الحصين اللي اسمه غوشدان وتل أبيب ما بيقدر حزب الله يوصل له لأنه شبكات الدفاع الجوي التي تحميه مكثفة هي غابة من الصواريخ تبين أنه ما بتقدر تقطع الطريق عليه وبالتالي يجب إعادة الحساب وهون إعادة الحساب ما ممكن تلافي النتائج والتداعيات بتعديل تقني بيتم بـ 24 ساعة إعادة الحساب يعني بدك تزيد الشبكات الدفاع الجوي الضاعفة مرتين وثلاث مرات وهذا بده استثمار مالي وبده زمن بده على الأليل سنتين ثلاثة أخذتوا قبة الحديدية لعملوا لأول تجربة تمرينية بعد 2006-2010 وبالتالي إذن المضي بالحرب إلى اللحظة التي تتساقط فيها الصواريخ والطائرات المسيرة على المؤسسات المدنية والخدمية لأن الإسرائيل الحرب بالنسبة له أنه سيستهدف المطار والميناء والكهرباء فكانت هذه هي التجربة هل سيستطيع حزب الله أن يقصف طل أبيب إذا قصفنا الضاحية جاء الجواب نعم هل تمنع دفاعاتنا الجوية أن تمر الصواريخ والطائرات المسيرة إجه الجواب لا شمالا وجنوبا من جهة اليمن وبالتالي الآن هذه هي المعادلة أن التقنيات التي استخدمها حزب الله في الطائرات المسيرة التي وصلت إلى الوحدة 8200 هي تقنيات لا تستطيع الرادارات التعامل معها ولا شبكات الدفاع الجوي إسقاطها إجه مبارح الصاروخ اليمنين وأنا رأيي إيمتو أنه صاروخ منفرد إيمتو لأنه هون ما في حكي عن تضليل بالعدد يعني حزب الله بعث 340 صاروخ لأمن عبور المسيرات اليمن لم يحتاج إلى 100 صاروخ لا يوصل منهم عشرة صاروخ والصاروخ وصل هو أول اختبار من نوعه لصاروخ فرد صوتي والفرد صوتي هو مش اللي أسرع من الصوت بس ممكن يكون أسرع من الصوت ولا يسمى فرد صوتي شو الفرق الفرق أنه الأسرع من الصوت إلى حد خمس مرات سرعة الصوت يعني سرعته خمس مرات قد سرعة الصوت بصير الصفة طبعه سرعة خمس مخ يعني سرعة الصوت تسمى بالمخ خمس مخ خمس مخ وما فوق هو الفرد صوتي ما تحت الخمس مخ يعني إذا ثلاث مرات سرعة الصوت ما اسمه فرد صوتي إذا مرتين سرعت الصوت ما اسمه فرد صوتي أربعة ما اسمه فرد صوتي خمس نعم اسمه فرض صوتي وكل مزاد بصير اهم الصاروخ اليمني الذي وصل بالامس بين 18 مرات 18 ماخ يعني اذا اخذنا الحساب اللي بيقول وصل ب 11 دقيقة ونصف اطع فيهم 2040 كيلو ماتر بيطلع معنى انه 12 ماخ سرعت واذا لنا 15 دقيقة بيطلع 8 ماخ ناخد 8 ماخ فوق الخمسة هو فرض صوتي شو هو الفرض صوتي ليش الخمسة ماخ لانه من هذه السرعة بالتحديد يتمكن الصاروخ وهو يغادر يعني منطقة ما فوق الغلاف الجوي هو بيطلع هذا الباليستي الى ما فوق الغلاف الجوي وبيرجع بينزل حسب ما انت وين عطي المدى بيعمل منحنى قوسي من نقطة الاطلاق الى نقطة الوصول لما بدو ينزل بقلب الغلاف الجوي بهاللحظة اللي بيصطدم فيها بالغلاف الجوي بسبب السرعة العالية اللي فوق الخمسة ماخ هذا عم نحكي بالمراقبة يعني شو تفسيرها ليش بالخمسة ماخ مش اقل ما بعرف لكن بالمراقبة الحسية كل الصواريخ التي تبلغ سرعتها ما فوق الخمسة ماخ امتازت بانها عندما تصطدم بالغلاف الجوي تبدأ بتشكيل هيولة حول الصاروخ هي كناية عن طبقة مؤينة يعني فيها ايونات فيها الكترونات وبروتونات مشعة بتعمل مثل غلاف سائل يسمى البلازما وكل ما له بماشي الصاروخ بتكبر هالبلازما وتزداد سرعة الصاروخ في اتجاهه نحو الهدف هذه يعني بيصير متل اذا الصاروخ طوله 8 متار بيصير مبين طوله تقريبا 20 متر قبل الوصول والقطر تبعه اذا متر وعشر سانطي مثلا عم نحكي عن الصاروخ اليمني اللي اطلق مبارع بيصير مبين 10 متار فبيصير عندك مثل كتلة من الغيم المشحون بالطاقة الكهربائية لا تلتطقته الرادارات بصفته صاروخا بتضيع القوة الحرارية بقلب هذه البلازما ويصعب على الرادارات اكتشافه واعطاء اشارات عنه جسمه المعدني يختفي وراء هذه البلازما لذلك الصاروخ الفردصوتي مش بس ميزته انه ما بيمنح الوقت الكافي لاستعداد الطائرات واقلاعها من الحاملات للتعامل معه او لشبكات الدفاع الجوي للتجهز لملاقاته خاصة لما بتكون المسافة 1000 كم وما دون لانه بيكون بده وقت قد النص تقريبا فبيصير 5 دقائية و 6 دقائية وقت غير كافي للاستعداد للملاقات لا ميزته اكتر ميزته هاي انه يصعب على الرادارات اكتشافه وانه يصعب على الصواريخ الدفاع الجوي ملاحقته طيب هني ماشي الحال بيقولوا لك منها نعرف ليش ما اجتنا الانذارات المبكرة طيب ما اجت الانذارات المبكرة خلي نعتبر خلال تقني بدينش يعترفوا انه الصاروخ هذا ما بتشوفوا الرادارات عرفتوا فيه طلعتوا صواريخ عليه كذبت انه اصابه صاروخه وهذا التجليطة يعني هو انفجر في الجو مصمم ينفجر بالجو لا يعمل دائرة اشعاع للشظايا اوسع ولا يعمل اقلاق ورعب وذعر على مدى اوسع هذا الصاروخ مصمم لا ينفجر بالجو ويصيبوا اهدافا متعددة طيب الاسرائيلي ما ادري يصيبوا عم بيقولوا ضربوا 30 صاروخ عليه ما صابوا وانا بدي افترض من 30 صاروخ صابوا صاروخ لا اخذ روايتهم طيب اذا 30 صاروخ لصابوا صاروخ يعني معناته الصواريخ الدفاع الجوي ما بتقدر تلحقه لا تستطيع تتبعه لاي لان هي تتتبع اما على الجسم المعدني واما على الانبعاث الحراري وكلاهما لا يظهران فبيطلع الصاروخ اللي صابوا صابوا من الكثافة النارية بس انه على المنطقة اللي هو فيها هذا اذا صابوا اذا مش هو انفجر تلقائيا بالجو وفق الصيغة التي صمم فيها وبالتالي طيب هذا بكرة انت عندك مطر صاروخي يعني عندما تتساقط الصواريخ وتهطلك الامطار ما الذي ستفعله القبة الحديدية؟ صف فاذا في تطور تقني يدركه الامريكي والاسرائيلي الان يقول ليس بمستطاعنا تأمين الحماية لتلقبيل بتروع على حرب هالحالي؟ لا ما بتروع على حرب وبتعرف ان الفناء قادم في الحرب انك ستؤلم نعم لكنك ستتألم اكثر بكثير الالم عند غيرك هو جرح يشفى مع الايام كمية من الشهداء وكمية من الدمار لكن هاي بلاد الناس باقي فيها وما يخسرونه هو جزء غالي وعزيز لكنه جزء من هذه الكثافة البشرية التي تقتل بسبب وبلا سبب حطين نصف مليون بحرب سورية ونصف مليون تاني بحروب السودان واليمن وليبيا هؤل المليون لو حطينه بفلسطين اخلصنا وبالتالي بهذا المعنى اذا انا ما اصل اليه كاستنتاج قرار صرف النظر عن الحرب التخذ بين الامريكي والاسرائيلي ويبقى البحث عن الاخراج الذي يحفظ للكيان ما امكن من ماء الوجه ويضغط على المقاومة بكل الوسائل المتاحة للوصول الى افضل شروط لصالح اسرائيل في صيغة الاتفاق لذلك قوى المقاومة متنبهة ومتمسكة بثوابتها ولن تتنازل عنها حتى تأتي باتفاق يليق بتضحيات الشهداء سلام القدس لكم وعليكم احبائي واعزائي والى اللقاء في حلقة الغد سأوجه الدعوة الان ولماذا اخذ يعني جواب على ما كان يجول فيه خاطره من سؤال وكتبوا يعيد كتابته بقرأ قبل الحلقة بكرة وان شاء الله بيكون يعني مخصصها لالاجوبة على اسئلتكم عندي فقط في الختام واحدة من الميزات التي يعني ارسلت لي من المنصة التي الان استخدمها اللي هي ريستريم انه هناك امكانية لأستضيف اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة صورة وصوت فانا ادعو الاصدقاء الراغبين يعني بان يكونوا من المستدعيين يعني من المشاركين بعطيهم دقيقة يطرح شؤاله صوتا وصورة مرة بالجلسة لكل واحد فاذا عنا خمسة يعني معناتها عم ناخد خمس دقائق لخمس اسئلة ونجيب عليها وبيكونوا عم بيتبعوا معي ما يكتب على المحادثة منشان يجمعوا مش لهن يطرحوا اراءهم يعني بكونوا مثل معاونين لتجميع يعني كل عشر دقائق بناخد واحد بيجمع لنا شو في اسئلة وبيطرح علينا اخد دقيقتين معلش لكن بيكون هذا هو الحساب فالراغبين بان يكونوا مشاركين على هذا الاساس بدلوا يطلعوا من لابتوب ما فين يطلعوا من تليفون لانه ما بيعطي يعني هذا الثبات والنقاء في الصورة وهذا لمرة مش مضطرين كل يوم ممكن يتغيروا يعني بس الراغب في يوم من الايام ان يكون شريكا في هذه المعادلة يعطينا يعني خبر بالطريقة التي يراها مناسبة بيكتب عشات طريقة الامثل رح يكتب لكم هلأ أنا الايميل وبتمنى اني اطلقى على الايميل احسن شيء يعني خلينا بلا ما تكتبوا عشات الراغبون في المشاركة بحلقة يكونون فيها بصورة وصوت معنا في الاستوديو يعني مثل كانوا موجودين يكتبو لنا على البريد الالكتروني الذي سيدور العفو نادي بيقولوا شادت نعم هذا الايميل الان رح طلعوا أنا نعم هذا الايميل الراغبين فيهم يعني يقومون بنسخه وبعتقد انه بهذه الطريقة يعني بيكون فيه امكانية ان يعني يكتبوا وانا استقبل وان شاء الله نحاول يعني بنعمل تجربة عليها ومنشوف شو النتيجة شو بتقلنا بركة ان شاء الله بتكون منيحة وكويسة وطبعا بيني وبينهم فيه كادر بيطلع اسمه private chat يعني أنا بيبعتلهم لحتى يفوتوا بس بيطلع private chat بصير عنا مجال انه نقدر نتحادث سوى اثناء الحلقة وبالتالي هذه طريقة يعني ممتازة ويعني أنا متفائل انه يعني فينا نشتغل فيها وتكون مفيدة سلام القدس لكم وعليكم مرة جديدة وإلى اللقاء في حلقة الغد ان شاء الله اشتغل فيها اشتغل فيها